اشتركوا في القناة صوداء الخبيز وهكذا ثانيا مخاليط وهي المواد التي تتكون اجزاؤها من عدة انواع من المواد مثل اللبن والعطور ومعجون الاسنان الى اخره يجب ملاحظة ان هناك بعض المخاليط تتجمع تمتزج مكوناتها مع بعضها بحيث لا يمكننا رؤية هذه المكونات بالعين المجردة والامثلة كثيرة منها صلصة الطماطم واللبن والخرسانة المسلحة التي تستخدم في البناء